بصراحة بش نقول كلمة ما نجي بش نقولها على المخلوع المخلوعة بصراحة واحده ديكتاتوري إنسان ديكتاتوري راجل ديكتاتوري بالضبط تخدمها البلاد شهدها مصطرة لغلاء عشرين سنة قعد زاد ثلاثين فرنك في باكو الحليب نحن الحليب ماذا ماش بسبعتاش نمية معناه لي عنده زو صغار مسكين السبب في الشعب التونسي مش رباعه قول ثم نسبة متاع ثمانين في الميال يحبوا يخرجوا من تونس على خاطر من المعيشة في البلاد بريمو غالية الناس ما عاش قادرة كل يخلص في زو زملين كل يمشوا يخلص تهمش في البطالة برشا في البلدان العربية طو خير منها عندك المغرب عندك الزير تركيا هذو ما ما خير منها بلدان معناه يفهم الخدمة فهم المعيشة باهية تونس ما ما فيه حتى الشي فرح انا واحد من ناس توا ناقق غدوة بش نزمرتي وبنتي ونخرج نخرج خاطر ما عاش عنا حتى شي لا امان ولا حتى الشي في البلاد يخليك انك بش نجم تعيش فيها البلاد تغلاء هرا هو شوف انت تسعة سنين بش نعطيك انا اضعف الايمان تسعة سنين من ديومي لديس التوا مضمون انا بش نعطيك حاجة بريكزومبل هاو بالمكشوف خال الاخر مضمون مشيت انطلع في مضموني ومضمون مرتي ومضمون بنتي شوف انتي المونطون تعال مضمون هذي قديش في تسعة سنين شوف انتي تسعة سنين من الفين وعشر التوا زادوا ستة مئة فرنك في مضمون ما نحكيه وش عالمعيشة الاخرى ها الحليب ماذا ماش وصومه وغالي الجيش تغزرله بعينك وما تنجمش تاكل والحوت في عهد المخلوع السردينة معناها كانت مطيشة هز بركة توا تغزرله بعينك وتخاف لا تعذك الحوتة في المرشي بيانسور الحوت الحم نحكيه وش عالي الحم في عهد هو عشرة الاف وخمسمية توا نحنا موجود لهنا بسبعة وعشرين ديناء انتي شوف هنا بالملموس ها انتي سئلتني على الغفل ها 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 بدات بدات شنية هذي بتاريخ واحد مارس نصوم قديش عنا نصوم قديش عنا عنه 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 الوسيزة خمستاشن يوم ها وصوم المضمون سبعمية وخمسين فرنك ثلاثة مضامن معناها بش نطلع حمدية لالفين فرنك قد يزين تلاثة مئة وخمسين مضام الفين قد قد لي ليه مضمون سبعمية وخمسين هذي مش كارثة معناها بريمو سرقة انا الراء سرقة مضمون ما عنده حتى قيمة سبعمية وخمسين الحوت من عشرة الاف ما تحكيش عليها معناها من العشرين الف الفوق الدجاج الناس تمشي انت توا تخدم في الاذاعة تمشي المرشي سنترال تيقف تلقى برشة عائلات يقف على دجاج يقول له عطيني العناقش وش زوانح شنية مصيره الراجل المشاكل بين المرأة والراجل عليش توا موجودة في تونس عالغ ليه الراجل تقاه يخدم يخو سبعمية وثمانية مية ما يش فلوس ما تعملو شي كاري بنت لاذا مية ومصروف بنتو ومصروف مرتو والماء والضوء وبخالي عاد كان مرضط معناها تلموت اول يخو ززم ليه يلموش وخالط خلي ليه ما يخوش بيانسير صراحة والله العظيم معناها المعيشة راي التوب التهمش متاع البطالة هو اللي هيلك الدنيا في البلاد فهمت تهمش متاع البطالة والبركاجات والسرقات والمشاكل اللي قاعدة تصير متهمش متاع البطالة كان هما عملوا حل في المشكل اللي بطالة متاع الشباب اللي قاعد متهمش توا يخرج من قرايته ما يقاش خدمة يتلز بش مش يسرق كان عملو له حل راوش شي نقص ورأي الضغوطات هذية تنحت قديش منها البلاد قديش منها العبيت قديش منها ياسر بصراحة الطوب ها وجب ربي انت يسلني على غفلها مضمون اذي يزم يحلوه في البلاتو يزم يحلوه مضمون سبعمية وخمسية ستة ميتة فرنك في تسعة سنين زادوا في المضمون اذي مضمون ما نحكيه وسقط لك على حاجات اخرى بعناها هما كان زادوا في الخبزة راي شعلت كيمة ثلاثة وثمانين وتوم تيكموه كان زادوا في الخبزة هما علش ما حابوش يمسوا الخبزة كان مش يزيدوا فيه هما ثلاثين فرنك البلاد مش تشع كيمة كاتر فانترواء خطر انا اخضرت عليها كاتر فانترواء انا عمر يستا وربعين سنينة البلاسة هذيكو كان تكلم في الكون هذيك فهمت ربي يهدي وان شاء الله ربي يهديهم هو ما يحاولوا كيفيش يعملوا حل للشباب في البطالة تهمشت رايي العبادة تهمشت والمشاكل وراه وطوع اغلبية المشاكل متاع تلاق في المحاكم صايرا بين الراجل والمراع على حكاية هذي خط الراجل ما عاش عنده جاهة وفهمه نوعيا انت عرجال ما تحبش انساه تخدم يحب هو يخدم وقلك انا راجل بش نخدم على عائلتي فهمت وشارج عليه برشا وشارج عليه برشا